الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد أيها الإخوة في الله بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام غيرت معالم كثيرة ومن ذلك ما كان حول البيت البيت العتيق ما كان حوله من الأصنام وغيرها من الأمور الشركية التي كان يزاولها كفار قريش ولهذا كما قال أهل السير انطمست معالم الإسلام في ذلك فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أول ما جاء لفتح مكة عليه الصلاة والسلام كان حول البيت ستون وثلاثمائة صنم فلما دخل عليه الصلاة والسلام غير هذا المعلم وجعل التعلق بالله والتوكل على الله والذبح لله والنذر لله وجعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فكان يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام ويطعن هذه الأصنام وتتهاوى وتتساقط وتتكسر وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكانت قريش أيضا عندها عادة جاهلية فكانوا يطلبون من الآفاقي يعني الذي ليس من مكة أن يطوف بالبيت عريان ويقولون نحن الأحمس يعني غير هؤلاء نحن لا نقارف الذنوب فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بأن لا يحج في هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولهذا كانت المرأة تقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه وغدا لا أحله وكان كفار قريش يجلسون تحت الميزاب فينظرون إلى هؤلاء النساء الذين بدت عوراتهم فلذلك جاء هذا الإسلام وجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم وطمس معالم الشرك وأخص من ذلك أيها الإخوة أنه عليه الصلاة والسلام طمس هذه المعالم القولية والفعلية في حجة الوداء عليه الصلاة والسلام وذلك ما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولهذا يقال منسك جابر لأنه رضي الله عنه وأرضاه شرح كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعتمد العلماء على حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه فإنه نقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة رضي الله عنه وأرضاه وأول أمر قام به عليه الصلاة والسلام أنه لما استقلت به راحلته وهو في الميقات قال جابر فأهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان أهل الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا لبيك لا شريك إلا إلا شريك لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قط قط وفي رواية يقول قد قد يعني لا تزودوا على هذه ولهذا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جدد معالم التوحيد وهذا هو المقصد من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم يقضون على معالم الشرك القولية والفعلية شف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسين رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا حسين قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء شف كيف الدقة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين قال من لرهبك ورغبك يعني من لشدتك إذا جت الشدة وإذا جت الأمور قال الذي في السماء قال فإني أدعوك أن تترك التي في الأرض وتتعلق في الذي في السماء شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عليه الصلاة والسلام في حجه عليه الصلاة والسلام شيئا إلا خالف أهل الشرك فيه وكانوا يهلون لمنات فنزل قوله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله وكانوا أيضا في معالمهم الشركية أنهم كانوا في مزدلفة كانوا إذا أرادوا أن يدفعوا إلى منا يقولون أشرق ثبير كي ما نسير وهذا ثبير يقال إنه جبل تشرق أول ما تشرق الشمس عليه فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أسفر جدا دفع إلى منا عليه الصلاة والسلام فخالفهم عليه الصلاة والسلام في جميع هذه الأمور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الأمة ستتبع أقوام من أهل الشرك اليهود والنصارى فقال عليه الصلاة لَتَتَّبِعُنَّا سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَا الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ وفي رواية حَذْوَا النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوا قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فَمَنِ الْقَوْمِ اللَّهُمْ ذلك تجد أن صاحب العقيدة الصحيحة صاحب الفطرة يخالف هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخالفهم عليه الصلاة والسلام أيضا في مواضع منها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جُعل الطواف بالبيت ورمي الجمار من إقامة ذكر الله عز وجل فلذلك تأمل أيضا قبل ذلك في موضع عرفة أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك في الفعل وفي القول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الترمذ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كيف لعلك تقول كيف خالفهم في هذا القول نعم هذه الكلمة معناها لا معبود حق إلا الله يعني لا يستغاث به ما يستغاث بغيره ولا ينذر لغيره ولا يذبح لغيره بل يذبح له سبحانه وتعالى ويطاف له جل وعلا وينذر له سبحانه وتعالى وإنما جعلت هذه المعالم لإقامة ذكر الله عز وجل وأيضا يا إخواني في الله من هذه المعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر رضي الله عنه عند الكعبة رأاه عند الكعبة فقال يا عمر هنا تسكب العبرات كيف خالفهم خالفهم في هذا الدعاء لأنهم كانوا يدعون غير الله يدعون هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى قال هنا ولهذا قريش نفسها تعترف على أنها تتقرب ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة تعترف أنه ما دعى أحد في هذا البيت إلا استجيب له الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وهناك سبعة من أهل الشرك رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فقال أحدهم وأشقاهم من يأتي بسلى بني فلان السلى عزكم الله الذي يخرج من البهيمة الجزور إذا ذوبحت يخرج منها هذا السلى فانطلق أشقاهم وجاء ووضع ذاك السلى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنت من المستضعفين فلم أستطع أن أفعل الشيء فجاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا السلى فلما انتهى عليه الصلاة والسلام رفع يديه فخافوا قريش هؤلاء السبعة قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وعد هؤلاء السبعة قال ابن مسعود فوالله الذي لا إله غيره رأيت هؤلاء السبعة في بدر ألقوا في ذاك البئر لذلك يا إخوان هي العبودية من ضمنها هذا الدعاء وإذا سألك عبادي عني ما قال محمد لأن بعض الناس اليوم يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله كالواسطة بينه وبين الله قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم قل أيام محمد لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إذن يا إخواني هذا التوحيد العبادة ليس لها علاقة حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وهو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا بل أحب إلينا من أنفسنا لهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس يجمعين شف تأمل كيف غلى أولئك في النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له أبياتا أعوذ بالله ساووه بالرب تبارك وتعالى ومن ذلك أبيات البصير هذه الأبيات على فكرة كانت مكتوبة على الحجرات النبوية فأزالها ولله الحمد الملك عبد العزيز رحمه الله لما تولى هذه البلاد هذه الأبيات فيها غلوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حادث الحادث العميم فإن لم تكن آخذا فيما فإن لم تكن آخذا بيدي في معادي وإلا فقل يا زلة القدم ثم يقول وإن من جودك يعني يا محمد وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم عوذ بالله يقول ابن عثيمين رحمه الله أين الله فعلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وإن الله قال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فالتوحيد يا أخواني هو إفراد الله بالعبادة لا يكون في قلبك أحد إلا الله ولا تتوكل إلا عليه ولا تذبح إلا له ولا تستغيث إلا به سبحانه وتعالى ولهذا تأمل في معالم هذا الحج كيف أنه عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام أنهى هذه المعالم الشركية أرسل خالد رضي الله عنه إلى العزة فهدمها ثم أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت قال يا رسول الله هدمتها قال لا ارجع قال فلما رجعت إذا بامرأة سوداء ناشرة شعرها تولول قال فعلوتها بالسيف فقتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزة ولا عزة بعد اليوم هكذا يا أخوان يعني الأرض إذا كان فيها شرك لا تنفع إذا جاء الشرك جاء كل شيء جاء السحر جاء الزنا جاء المعاصي لهذا ابن القيم رحمه الله يقول والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند من دون الرحمن من حجر أو إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يحبه كمحبة الديان يعوذ بالله هكذا الذي يفعل عند القبور يطاف بها ويستغاث بها ولو قالوا إنكم أيها الوهابية أنكم أيها الوهابية لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم قالوا له عليه الصلاة يا خيرنا وابن خير قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده عليه وسلم ولما دخل عمران شوفوا شلون دقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التوحيد يا أخوان لا بد أن يبين للعالم الإسلامي لا يقبل حج ولا يقبل صوم ولا يقبل قيام ليل ولا يقبل صدقة عبد الله بن جدعان قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عبد الله كان وكان في الجاهلية قال يا عائشة إنه لم يقل يوما من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين هكذا التوحيد اليوم بعض الناس يقول يا أخي من لينا من التوحيد دائما توحيدي كل القرآن توحيد قال الشيخ الإسلام في زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن قال إنا عرفنا التوحيد فهو أجهل من حمار أهله نعم يقول والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة وكما أن الحدث إذا دخل على الطهارة أفسدها فكذلك الشرك لذلك عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام محى هذه المعالم أرسل جرير بن عبد الله البجل إلى ذي الخلصة قال جرير يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فضرب صدره عليه الصلاة والسلام قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما سقطت من الخيل أبدا قال فأرسلني عليه الصلاة والسلام مع خمسين فارسا من أحمس قال فذهبت إلى ذي الخلصة وهدمتها وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت قال يا رسول الله ما تركتها حتى جعلتها كالجمل الأجرب هكذا يا أخوانه للتوحيد الذين يريدون إقامة الدولة على الشرك وعلى الصوفية وعلى دعوة غير الله وعلى الطواف بالقبور لا يكون ذلك أبد التوحيد هو الذي يؤمنك في نفسك يؤمنك في مجتمعك أمنك في بلادك قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وش النعمة لنعيش فيها سبب هذا التوحيد أنه ولله الحمد والمن هذه ترى نعمة ولا يعرفها إلا من جربها بلاد الأخرى تجد القبر في المحراب يسجد له من دون الله ويدعى من دون الله ويطاف به يا بدوي يا حسين يا الست زينب يا علي هكذا شوفوا الأوراق التي توجد في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها استغاثة يا رسول الله أريد ولدا كان عندنا في العيينة هنا في الرياض كان هناك قبر قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب التي يعيرون بها هذه البلاد وحكام هذه البلاد وعلماء هذه البلاد كان في قبر لزيد بن الخطاب كان يطاف به وكانت المرأة تأتي إلى الشجرة فتقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول هكذا ربط التوحيد يا أخوان لهذا الشيخ محمد عبد الوهاب أعطي القياس الصحيح في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته لأنهم قالوا تلك أصنام أصنام تنحت لا أن هؤلاء صالحين لا الشبهة هنا أشد ولهذا الشيخ محمد رحمه الله جاء بباقعة عظيمة وتهولوا منها قال ومشركوا زماننا أشدوا شركا من الأولين ليش هيا يا شيخ عبد الله ليش لماذا قال الشيخ لأن الشرك يا إخواني لأن أولئك الأولون يعني كفار قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله يعني في الشدة يعبدون الله لكن أولئك لا في الشدة وغير الشدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة وعلى التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد